اخي الكريم قبل ما نتكلموا عن طراز الجديد اللي غدي ترك به رونو بوهران خصنا نفهموا هادو المصنع في الراه غادي وانا بسيفتي ادمين لقناة تريندينج السيارات ما راني ضد ما راني معا مصنع رونو انا راني معا كل قرار في صالح المواطن الجزائري البسيط ونتكلموا بمنطق حاجة اللي مليحة نقوله مليحة واللي قبيحة نقوله قبيحة اصلا ما عندي لا ناقا ولا جمل من هادو الامر ونتكلموا عن الوضع الحالي ما نمشوش نتكلموا عن المستقبل المستقبل نخلوه عند الله سبحانه واجل ونتفعله خير يعني بلا هديك الشحنة السلبية ونهرسوه في الناس بسم الله على حساب التصريح تعجبيلي ان مصنع رونو غادي يكمل السيارة اللي كانوا عندها في الحجز وينتقل الى التصنيع ولكن بشروط جديدة الموجودة في ضفطر الشروط تصنيع السيارات يعني الخطوات كالتالي يحط الملف التاعه في المنصة الرقمية اللي دارتها وزارة الصناعة ويدرسوله الملف وبطبيعة الحال غادي يدي الموافقة من وزارة الصناعة اعضرك الكثير من المشاهدين غادي يقول لك علاش راك متأكد اللي غادي رونو تدي الموافقة ايوي بديوه التعليقات السلبية راهم باعوها بين فرنسا ضغطة علينا وإلى آخره وأنا نقول لك لا يا أخي الكريم ببساطة مصنع رونو عندها البنية التحتية المصنع موجود العمال حتى هم موجودين وحتى نقاط البيع وخادمات ما بعد البيع متوفرة للشركة رونو في أكثر من 30 ولاية تبقى برك يزيد من الآلات باهي قدر يوصو نسبة الإدماج اللي هي في ضرف سنتين تكون 10% من مكونات السيارة مصنعة محليا وكشفت بعض الصحف نقلا عن مصادر من رونو الجزائر أنه سيتم تجميع طراز جديد في مصنعها بوهران بداية سنة 2023 ووفقا لما ذكره نفس الموقع فإن رونو أكدت تجميع سيارة رونو كونغو الجديدة بصغتها النفعية في مصنع وهران وبهذا سيتم تجميع ثلاثة موديلات في المصنع وهي رونو سامبول ودسيا سانديرو ورونو كونغو وذكرت نفس المصادر أنه في الوقت الحالي لم يتم تسريب أي معلومات حول الإصدارات والمحركات التي سيتم عرضها على كونغو سلام ترجمة نانسي قنقر